بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لازلنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله وقد وصلنا إلى فصل في تحريح سور المختلف فيها بعد أن قرأنا أبيات الشيخ أبي الحسن القصار الذي نظم فيها أسباب ذكر فيها تلك السور القرآنية وهل هي مدنية أو مكية مع ذكر الخلاف فيها فقال الإمام السيوطي رحمه الله فصل في تحرير السور المختلف فيها سورة الفاتحة الأكثرون على أنها مكية بل ورد أنها أول ما نزل كما سأتي في النوع الثامن واستدل لذلك بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة كما في الصحيح وسورة الحجر مكية باتفاق وقد امتن الله على رسوله فيها بها فدل على تقدم نزول الفاتحة عليها إذ يبعد أن يمتن عليه بما لم ينزل بعد وبأنه لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة ذكره ابن عطية وغيره رحمه الله تعالى وذكر الواحدي والثعلبي من طريق العلاء بن المسيبي عن الفضل بن عمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش واشتهر عن مجاهد القول بأنها مدنية أخرجه الفريابي رحمه الله في تفسيره وأبو عبيد في الفضائل بسند صحيح عنه قال الحسين بن الفضل هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله وقد نقل ابن عطية القول بذلك عن الزهري وعطاء وسوادة بن زيادة وعبد الله بن عبيد بن عمير وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد قال الإمام الطبراني في الأوسط حدثنا عبيد بن غنان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أن إبليس رن حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة ويحتمل أن الجملة الأخيرة مدرجة من قول مجاهد وذاب بعضهم إلى أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة مبالغة في تشريفها وفيها قول الرابع وفيها قول الرابع أنها نزلت نصفين نصفها بمكة وتاو نصفها بالمدينة حكاه أبو الليث السمرقندي رحمه الله سورة النساء زعم النحاس أي النحوي أنها مكية مستندا إلى أن قوله إن الله يأمركم الآية نزلت بمكة اتفاقا في شأن مفتاح الكعبة وذلك مستند واهم لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزول معظمها بالمدينة أن تكون مكية خصوصا أن الأرجحة أن ما نزل بعد الهجرة مدني ومن راجع أسباب النزول ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه وممن يرد عليه أيضا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقا وقيل نزلت عند الهجرة سورة يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام مشهور أنها مكية وعن ابن عباس رضي الله عنهما روايتان فتقدم في الآثار السابقة عنه أنها مكية وأخرجه ابن مردويه من طريق العوفي عنه ومن طريق ابن جريجن عن عطاء عنه ومن طريق خصيف عن مجاهد عن ابن الزبير وأخرج من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مدنية ويؤيد المشهورة ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث الله محمدا رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر ذلك منهم فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فأنزل الله أكان للناس عجبا سورة يونس سورة الرعد تقدم من طريق مجاهد عن ابن عباس وعن علي بن أبي طلحة أنها مكية وفي بقية الآثار أنها مدنية وأخرج ابن مردويه الثاني من طريق العوفي عن ابن عباس ومن طريق ابن جريج وعثمان وابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس ومن طريق مجاهد عن ابن زبير وأخرج أبو الشيخ مثله عن قتاذ وأخرج الأول عن سعيد بن جبير وقال سعيد بن مصور في سننه حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن السلام فقال كيف وهذه السورة مكية ويؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الطبراني وغيره على نس أن قوله صلى الله عليه وسلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى إلى قوله وهو الشديد المحال نزل في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل حين قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يجمع به بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات منها سورة الحج تقدم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مكية إلا الآيات التي استثناها وفي الآثار الباقية أنها مدنية وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس ومن طريق ابن جريج وعثمان عن عطاء عن ابن عباس ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير أنها مدنية قال ابن الفرسي في أحكام القرآن قيل إنها مكية إلا قوله تعالى هذا نخصمان اختصموا في ربهم وقيل إلا عشر آيات وقيل مدنية إلا أربع آيات وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى قوله عقيم قاله قتادة وغيره وقيل كلها مدنية قاله الضحاك وغيره وقيل هي مختلطة فيها مدني ومكي وهو قول الجمهور انتهى ويعيد ما نسبه إلى الجمهور أنه ورد في آيات كثيرة منها أنه نزل بالمدينة كما حررناه في أسباب النزول سورة الفرقان قال ابن الفرسي الجمهور على أنها مكية وقال الضحاك مدنية سورة ياسين حكى أبو سليمان الدمشقي قولاً أنها مدنية وقال وليس بالمشهور سورة صاد حكى الجعبري قولاً أنها مدنية خلاف حكاية جماعة الإجماع على أنها مكية سورة محمد حكى الإمام النسفي رحمه الله قولاً غريباً أنها مكية سورة الحجرات حكى قول شاذ أنها مكية سورة الرحمن الجمهور على أنها مكية وهو الصواب ويدل له ما رواه الترمذي والحاكم عن جابر قال لما قرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه سورة الرحمن حتى فرغ قال ما لي أراكم سكوتاً للجن كانوا أحسن للجن كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وقصة الجن كانت بمكة وأصرح منه في الدلالة ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يسمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي هذا ذليل على تقدم نزولها على سورة الحجر سورة الحديد قال ابن الفرس الجمهور على أنها مدنية وقال قوم إنها مكية ولا خلاف أن فيها قرآنا مدنيا لكن يشبه صدورها أن يكون مكيا قلت الأمر كما قال ففي مسند البزار وغيره عن عمر أنه دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأها وكان سبب إسلامه وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله تعالى بها إلا أربع سنين ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد سورة الصف المختار أنها مدنية ونسبه ابن الفرس إلى الجمهور ورجحه ويدل له ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلوا حتى ختمها قال عبد الله بن السلام رضي الله عنه فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها سورة الجمعة الصحيح أنها مدنية لما روى البخاري عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قلت منهم يا رسول الله الحديث ومعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بمدة وقوله قل يا أيها الذين هادوا خطاب لليهود وكانوا بالمدينة وآخر السورة نزل في انفطادهم حال الخطبة لما قدمت العير كما في الأحاديث الصحيحة فثبت أنها مدنية كلها سورة التغاب قيل أنها مدنية وقيل إنها مكية إلى آخرها سورة الملك فيها قول غريب أنها مدنية سورة الإنسان قيل مدنية وقيل مكية إلا آية واحدة ولا تطع منهم آثما أو كفورا سورة المطففين قال ابن الفرسي قيل إنها مكية لذكر الأساطير فيها وقيل مدنية لأن أهل المدينة كانوا أشد الناس فسادا في الكيل وقيل نزلت بمكة إلا قصة التطفيف وقال قوم نزلت بين مكة والمدينة قلت أخرج النسائي رحمه الله وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلة فأنزل الله ويل للمطففين فأحسنوا الكيلة سورة الأعلى الجمهور على أنها مكية قال ابن الفرسي وقيل إنها مدنية لذكر صلاة العيد وزكاة الفطر فيها قلت أعرده ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازي بن قال أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سورة مثلها سورة الفجر فيها قولاني حكاهما ابن الفرس قال أبو حيان والجمهور على أنها مكية سورة البلد حكى ابن الفرس فيها أيضا قولين وقوله بهذا البلد يرد القول بأنها مدنية سورة الليل الأشهر أنها مكية وقيل مدنية لما ورد في سبب نزولها من قصة النخلة كما أخرجناه في أسباب النزول وقيل فيها مكي ومدني سورة القدر فيها قولان والأكثر على أنها مكية ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه الإماء التربذي والحاكم عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أريه بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت إن أعطيناك الكوثر ونزلت إن أنزلناه في ليلة القدر الحديث قال المزي هو حديث منكر سورة لم يكن قال ابن الفرس الأشهر أنها مكية قلت ويدل لمقابله ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي حبة البدري قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل عليه السلام يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبين الحديث وقد جزم ابن كثير بأنها مدنية واستدل به سورة الزلزلت فيها قولاني ويستدل بكونها مدنية بما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال لما نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قلت يا رسول الله إني لراء عملي الحديث وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة ولم يبلغ إلا بعد أحد سورة العاديات فيها قولاني ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فلبث شهرا لا يأتي منها خبر فنزلت والعاديات الحديث سورة الهاكم الأشهر أنها مكية ويدل لكونها مدنية وهو المختار ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بريدة أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا الحديث وأخرج عن قتادة أنها نزلت في اليهود وأخرج البخاري رحمه الله عن أبي ابن كعب قالت كنا نرى هذا من القرآن يعني لو كان الابن آدم واد من ذهب حتى نزلت الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وأخرج الترمذي عن علي قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت وعذاب القبر لم يذكر إلا بالمدينة كما في الصحيح في قصة اليهودية سورة أرأيت فيها قولاني حكاهما ابن الفرس سورة الكوثر الصواب أنها مدنية ورجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم لما أخرجه مسلم عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها الحديث سورة الإخلاص فيها قولاني لحديثيني في سبب نزولهما متعارضين وجمع بعضهم بينهما بتكرر نزولها ثم ظهر لي ترجيح أنها مدنية كما بيّنته في أسباب النزول المعوذتان المختار أنهما مدنيتان لأنهما نزلتا في قصة السحر لبيد ابدي الأعصم كما أخرجه البيهقي في الدلائل قال البيهقي رحمه الله في الدلائل في بعض السور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها وكذا قال ابن الحصار كل نوع من المكي والمدني منها آمنه آيات مصطفنات قالوا إلا أن من الناس من اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل وأخرج ابن حجر في شرح البخاري قد اعتنى بعض الآئمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية قال وما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أره إلا نادرا قلت وهانا وها أنا أذكر ما وقفت على استثنائه من النوعين مستوعبا ما رأيته من ذلك على الاصطلاح الأول دون الثاني وأشير إلى أدلة الاستثناء لأجل قول ابن الحصار السابق ولا أذكر الأدلة بلبضها اختصارا وإحالة على كتابنا أسباب النزول الفاتحة تقدم قول أن نصفها نزل بالمدينة والظاهر أنهم نصف الثاني ولا ذليل لهذا القول سورة البقرة استثني منها آيتان فاعفوا واصفحوا ليس عليك هداهم الأنعام قال ابن الحصار استثني منها تسع آيات ولا يصف به نقل خصوصا قد ورد أنها نزلت جملة قلت قد صح النقل عن ابن عباس باستثناء قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم كما تقدم والبواقي وما قدر الله حق قدره بما أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في مالك بن الضيف وقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نزلتا في مسيلمة وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفون وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وأخرج أبو الشيخ عن الكلبي قال نزلت الأنعام كلها بمكة إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل من اليهود وهو الذي قال ما أنزل الله على بشر من شيء وقال في اليابي حدثنا سفيان عن ليث عن شهر قال الأنعام مكية إلا قل تعالوا أتلوه والآية التي بعدها الأعراف أخرج أبو الشيخ بن حيانة عن قتابة قال الأعراف مكية إلا آية واسألهم عن القرية وقال غيره من هنا إله وإذ أخذ ربك مدني الأنفال اشتثني منها وإذ يمكر بك الذين كفروا قال مقاتل نزلت بمكة قلت يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة كما أخرجناه في أسباب النزول واستثنى بعضهم قوله يا أيها النبي حسبك الله وصححه ابن العربي وغيره قلت يؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر رضي الله تعالى عن براءة قال ابن الفرس مدنية إلا آيتين لقد جاءكم رسول إلى آخرها قلت غريب كيف وقد ورد أنهما آخر ما نزل واستثنى بعضهم ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم لما ورد أنها نزلت في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك يونس استثني منها فإن كنت في شك الآيتين وقوله ومنهم من يؤمن به قيل نزلت في اليهود وقيل من أولها إلى رأس أربعين مكي والباقي مدني حكاه ابن الفرس والسخاوي في جمال القرآن هود استثني منها ثلاث آيات فلعلك تارك أفمن كان على بينة من ربه وأقم الصلاة طرفين نهار قلت دليل الثالثة ما صحا من عدة طرق أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر سورة يوسف استثني منها ثلاث آيات من أولها حكاه أبو حيانة وهو واهم جدا لا يلتفت إليه الرعد أخرج أبو الشيخ عن قتادة رحمه الله قال سورة الرعد مدنية إلا آية قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وعلى القول بأنها مكية يستثنى قوله الله يعلم إلى قوله شديد المحال كما تقدم والآية آخرها فقد أخرج ابن مردويه عن جندب قال جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتي باب المسجد قال أنشدكم بالله أي قوم أتعلمون أن الذي أنزلت فيه ومن عنده علم الكتاب قالوا اللهم نعم إبراهيم أخرج أبو الشيخ عن قتادته قال سئل إبراهيم مكية غير قال سورة إبراهيم مكية غير آيتين مدنيتين ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار إلى قوله وبئس القرار الحجر استثنى بعضهم منها ولقد آتيناك سبع من المثاني قلت وينبغي استثنى قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين لما أخرجه الإمام الترمذي وغيره في سبب نزولها وأنها في صفوف الصلاة النحل تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استثنى آخرها وسيأتي في السفري من يؤيده وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي قال نزلت النحل كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات وإن عاقبتم إلى آخرها وأخرج عن قتادة قال سورة النحل من والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا إلى آخرها مدنية وما قبلها إلى أول السورة مكية وسيأتي في أول ما نزل عن جابر بن زيد أن النحل نزل منها بمكة أربعون وبقيتها بالمدينة ويرد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص في نزول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وسيأتي في نوع الترتيب الإسراء استثني منها ويسألونك عن الروح لما أخرج البخاري على ابن مسعود أنها نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الروح واستثني منها أيضا وإن كادوا ليفتنونك إلى قوله تعالى إن الباطل كان زهوقا وقوله قل إن اجتمعت الإنس والجن وقوله وما جعلنا الرؤية التي أريناك وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله لما أخرجناه في أسباب النزول سورة الكهف استثني من أولها إلى جرزا وقوله واصبر نفسك وإن الذين آمنوا إلى آخر السورة مريم استثني منها آية السجدة وقوله وإن منكم إلا واردها طاها استثني منها فاصبر على ما يقولون قلت ينبغي أن تستثنى منها آية أخرى فقد أخرج البزار رحمه الله تعالى وأبو يعلى عن أبي رافع قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقا إلى هلال رجب فقال لا إلا برهنة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أما والله إني الأمين في السماء أمين في الأرض فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الأنبياء استثني منها أفلا يرون أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها الحج تقدم ما يستثنى منها المؤمنون استثني منها حتى إذا أخذنا مترفيهم إلى قوله مبلسون الفرقان استثني منها والذين لا يدعون إلى آخره رحيما الشعراء استثنى بن عباس منها والشعراء إلى آخرها كما تقدم زاد غيره وقوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بن إسرائيل حكاه بن الفرس وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى